ازا يا اخواتي عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير بصحة وسلامة يا رب دايما. انا احمي العبادة من القناة سيمبا والنهاردة اجئتلكم فيديو جديد. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة يا جدعان خلنا كلنا نصلى على النبي وندعي ربنا ابن يا صافيا ان يوصف عننا البلاء والوباء اللي ماشي في البلد اليومين دول. امين يا رب. فيديو النهاردة يا جدعان هو ابنعنا على طلب الناس على اليوتيوب على التكتوك وعلى الانستغرام انما الناس عايزة تعرف ايه شوط الكلان بتاعنا وازاي يقدروا يتواصلوا معنا عشان يقدروا يدخلوا الكلان. واحنا عندنا كم كلان او عندنا كلان للبنات وده لأ عندنا كلان كونيا وده لأ. الكلان ده كله وانا اقول لكم هنا في الفيديو ده عشان اخلص من الحوار ده لانا احضر فيها كل الكمنت باقي دي تيجي. انا كده كزا وعايز اخدو يا سيمبا. انا عايز ادخل الكلان يا سيمبا. انا عايز اعرف الشوط يا سيمبا. فانا بس هتكلم معاكم كلمتين. قبل ما ابدأ فانوضوع الفيديو عشان اقول لكم كل حاجة. بصوا عجد عنا ابدائيا كده لما عملت الكلان قلت انا اعمل كلان يعني الكلان عادي خالص كلان لنفس كده ويبقى عند كلان بقى واجد اليوتيوب بقى وبتاع واعمل كلان وكده. فانا عملت الكلان سميته كلان سيمبا وحطط له وامز اللي هو اختصار لكلمة سيمبا. اللي هي الاس اي وبدأت اجمع ناس كويسة ناس كدهات كويسة ناس تكون بتاعها وتلعب عشان نصبت الكلان وانطلعه على الكلان ونصعب بالكلان ده ويبقى لي اسم وكلان من ده. فابتديت ان انا اجيب ناس حطيت في اول بداية خالص قلت اللي يكون لفل اتكون انت خمسين ويكون الكديد بتاعك تلاتة ويكون الانك دايما. وبالفعل في ناس استجابت وجبت الكلان وسمناه والكلان ده تساء امومه ان انا عملت واحد التاني وزبطت العم. فانا عايز اقول لكم ان احنا ما بنقولش الكلان بتاعنا افشغ كلان في المجرة. ما بنقولش ان احنا احسن من حد ولا احد حد احسن مننا. بس يكون ان احنا بنقوله ان انت كواحد هتيجي تدخل عندنا الكلان فانت هتبقى عدو موجود في الكلان كل عدو بيبقى ليه من هم في الكلان ده. ازاي? يعني مسلا انت مش غاهية تدخل كلان جاهز. يعني مش غاهية تدخل كلان فوق. ماتش غاهية تدخل كلان الاول على العالم. بس بيك وبغيرك الله. يعني انا عايز اقوله لك ان ان انا بيك وبيا وبالناس اللي موجودة وبغيبنا 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 وكل الناس اللي موجودة في الكلان هنبقى كلان كويس وهنعمل له اسمي مش في مصر مصر في الشرق الاوسط كله وان شاء الله هنبقى حاجة كويس. فلان انا عايز اقوله لك ان انت بقى متقولش انت كلان مين يا عم ده انت لسه عندك البعض ستين ولا خمسة وستين الف واحد. ويحشوف كلان ابن سوريا وحشوف كلان مش عايف مين وحشوف كلان مش عايف مين انا عايز اقول لك الناس اللي موجودة عندي في كلان كلها ناس تقيلة. ده رقم واحد مش بتفاش خط بحد بس الناس ده نبنى ايه? ناس كلها بتاع عرف تلعب. ناس شايف كدهات او شايف لعبها ولاعب معاها. مش اقل من حد خالص. ناس كويسة. واللي عايز اقول لك كمان ان احرف الناس هو باب جي. ناس مش مشاهية. يعني انا اعرف ناس اللي عندها قنوات ولا عندها اي حاجة خالص وناس احتراف اقول لك وما حدش يعرفهم خالص يعني مسلا عشان تلاتين واحد اللي بيعابوا عهم بس هم اللي يعرفوه. الناس لعبها جامد 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 يعني. فمش عشان انت شفته فلان او فلان او عشان مسلا كلان واحد عنده مليون يبقى الكلان ده فوق وكلان واحد ما عندهش اصلا حد يبقى الكلان ده تحت. لا. في ناس بتاعها بتلعب وناس عاملة كلانات وانا لعبت ضد الناس كلانات مستوضع ما حدش عافها خالص ناس تقيلة. فلانا عايز اقول لك ان انت بيه كوبية وبغنة هلبني الكلان ده ان شاء الله وهنطاك بيه. ده اللي انا عايز اقول لك ان انت متى تشجاية تدخل افشخ كلام في المجارة او كلام منه. ده الحاجة المهمة اللي كنت عايز اوصلها الناس عشان ما حدش يخط في الكومنتات يقول لي كلان اي يا عمبو وانت عامل شروط وانت مش عايف ايه. لأ انا لو كنت شخص عادي خالص ولا عندي تكتوك ولا عندي يوتيوب ولا عندي اي حاجة خالص كنت بوده هعمل كلان لنفسي. وسميت الكلان كلان بس عملتول اختصار لكلمة وبقيت تدخل الكلان بيسمك الاسم اللي انت عايز تحطه. تمام يا جدعان المعلومة دي كده وصلت للناس وصلت. خلنا بقى نتكلم في شروط الكلان. ما بداية كده يا جدعان احنا ويكس في كلمة احنا. انا بقولش انا. انا لما باجي اتكلم دايما باتكلم بصغة الجامعة. بقول احنا الناس الموجودة في الكلان. ما بقولش سيمبل واحده. عشان الكلان بتاعنا كلنا. ده حاجة لازم تبكيزه فيه. احنا يا جدعان عندنا اربع كلانات. وان شاء الله يبقى قوي قوي. هيبقوا خمسة. الاربع كلانات اللي هو الكلان الناسمي اللي انا موجود فيه واللضب بتاعه. الكلان الناسمي ده ده اللي احنا بقى نعيم مسلا بنقابل بكلانات تانية. بندخل بس كلمات وبطولات. اه بنتحدى باي حد مسلا ده الكلان الناسمي. فانت عشان تدخل الكلان الناسمي ده لازم الكديب بتاعك ما يكونش اقل من اربعة. هتقول لها سيمبا في الناس عندك موجودة في الكلان معظمهم كديه تلاتة ونصف كديه تلاتة تسعين. هقول لك الناس ديك هتدخل معي من زمان ايام ما كنت عامل الشروط الكلان. كديه تلاتة وما عادش ينفع ان انا طلعه. بس لو اي حد بيجي علينا جديد بيكون الكديب بتاعه تلاتة. عندك مسلا ده الكلان. الكلان فاق باين واحد. هو ليفل تسعة اوه خلاص باية حاجة بساطة على ليفل عشر. وان شاء الله ان وساكوا نصبت الدنيا. مسلا بتيجي تختار مسلا اي حد مسلا من الكلان. عندك ده مساعد القائد. اخ مدي. طبعا ندخل على كديه. انا مليش علاقة بالكديه اللي ما يكون. تجيلي بقى ان شاء الله تجيلي كديه نص في بتاع في سلو في سنائي انا اهم حاجة عندي. ندخل على اي حد تاني. اي حد مسلا ايه عشوائي مسلا ايه تقع عليه مسلا. نجيب الراجل ده. نشوف كديه. سكواد اوربيا تلاتة ستة وتمانية. نفره فارة تانية. ملناش علاقة اجدعان. احنا بنبص اي حد. بدخل ايه لو اصلا لو كده اقل من تلاتة بنعمل تصفية كل اسبوع بيطلع. اي حد تاني مسلا. يحيا. فاي حد موجود في الكلام مش لايه اقل من كده تلاتة او كده اربعة. يحيا كده اربعة سبعة وتلاتين. هات اي حد تاني مسلا. احمد ده. نبين عشاك اوصل تقريبا. فهي ده اجدعان دي شروط الكلان. دي شروط الكلان فانت مفيش اي حد في الكلان عندي هتلاقي كده اقل من تلاتة. فدي الناس اللي كده هات تلاتة دي الناس كده موجودة. ايام ما كنت عامل الشروط الاديمة وما عرفتش ان انا ايه اطلعها. بس هما طبيب السيزي الجاي كله هيبقى اربعة ان شاء الله. فانت لو عايش تيجي الكلان الناسمي ده بياخد كده اربعة في مئة مباراة. يعني الجيل الكده بتاعك يكون من اربعة موجودة المباراة. مش عشان انت الكده بتاعك قليل ما تبقاش لعيب او كلام مين ده لأ انا عندي كلانات تانية بتاخد من غير من غير شهود خلال. بس انت جاي تلعب بطلات. بس يعني انت جاي تلعب اسكلمات جاي تلعب بطلات. اه جاي انت راجل لعب شايف ان انت مظلوم او ان محدش هي في قدل اللعبك فانت هتيجي عندنا هتتعرف ان شاء الله وعد تبقى في كلام مشهور وان شاء الله مع بعض يعني هنزبط الدني. فانت لازم يكون الكده بتاعك اربعة. فاقل ما يكونش ميت جيم يعني تكون لعب اقل شيء ميت جيم والكده بتاعك اربعة. ويكون لفل الاكاونت بتاعك ستين. ما انت مش هتبقى لعيب فشخ والاكاونت بتاعك اقل من لفل ستين. انا بتكلم في شروط الكلان الرسمي. بصش بقى لو انت تلاتة تسعة وتسعين ما تجيش. لبقى اسئول يا سنبالي مسلاً تلاتة سبعة وتسعين وعايز ادخل تلاتة تسعة وتسعين وعايز ادخل ما احترام ليك انت لو لقبت جيمين هتخليها ربعة. تمام? فلا لو ابوية جاي كده اقل من تلاتة من كده اقل من ربعة ما بدخلش الكلان. فانت لازم تكون كده ربعة لعب اقل شيء ميت جي. ويكون الاكاونت بتاعك لفل ستين. فحها كمان بقى الجهاز بتاعك لازم يكون بيدعم ستين فري. يعني الجهاز بتاعك لازم يكون بيدعم الخيار ده. اللي هو ده. تجيب الاعدادات وتجيب الرسومات. انا عملها فوق السلسة تحت هنا عندي ايه? قوية. لازم يكون جهازك بيدعم فائقة دي. لازم يكون جهازك اه بيدعم قوية دي. لازم يكون جهازك بيدعم قوية زي كده. شايف انت قوية اللي هي اخر واحدة دي? لازم يكون جهازك بيدعم قوية. قوية دي اللي هي ستين فريم. هتقول لي هيقول لك انت هتجي تلعب بطولة وتجي تلعب بيبقى في اخر زون اربعين واحد. لو انت جهازك بيدري معل من ستين فريم مش هتلعف تتحرك من مكانك. انا بلعب بالستين فريم والناس اللي تلعب معي في الاسكريمات كلها ستين فريم. وعايز اقول لك بقى لجوة تقطيع وحاجات انت باش متخيل. فهتجرب تلاتين فريم او بربعين فريم. ما احترام ان هي لعبك حلو في الكلاسيك ولعبك حلو في المستودع ولاقب فاشخ ومية المية. بس دي انت ما يكونش اقل من الليفل ستين وتكون بتلعب ستين فريم ولي هو الماسي. كده عجل عن الموضوع خلصان. كده الموضوع خلصان. ده لو انت عايز يدخل الكلان الراسمي. مش عايز يدخل وعايز يدخل مع اي كلان تاني احترام الجميع كده ناط مصر وناطن العربة كله مفيش اي مشكلة. دي كلاننا وده الشروط اللي احنا حطينها وده الحواء. اللي انت اللي عايز يدخل عندنا لازم يكون الكديد بتاعك البعض. والاكاونت مش اقل من الليفل ستين ويكون ويكون جهازك بيدعم ستين فريم. واهم شيء بطاعة الاي دي. عشان اسمك يبقى زي اسمنا. زي ما انت شايف كده مفيش حد هنا مش مش اسمه زي كله اسمه زي كل الاسماء واحد زي ما انت شايف قدامك كده. كل الاسماء واحد. تاني شيء عجل عن احنا عندنا تلات كلانات تانيين. كلان للفانز الناس اللي بتحبنا وعايزة اسمها تبقى زي اسمنا وتلعب معنا. وكلان للبابجو القرية وكلان للبنات. كلان للفانز وكلان بابجو القرية وكلان كلان للفانز وكلان البنات بياخدو من غير شرط. شرط يكون معاك بطاعة الاي دي بس. يعني انت لو بنت مسلا وعايزة تيجي عندنا الكلان تجيبي بتاعة الاي دي وتيجي انت باعه صاحبتك انت الوحدك زي ما انت زي ما انت حب. وكلان دي الكلان برضو بنت واسمه كلان سيمبا واسمك بيبقى زي اسمنا. يكون معاك بطاعة الايدي من غير شروط. حتى لو ما عندكش حاجة اسمها كده خال. يعني معروف ان دي كلان البنات تعرفين البنات لعبها على قده. وكلان الفنز نفس الكلام. الناس اللي هي مسلا ما عندهاش كده في بعض وعايزة تيجي كده مسلا تلاتة كده اتنين كده واحد كده نصف بندخلك كلان الفنز وبعده بتلعب معنا واسمك بقى زي اسم مني. وكلان الكورية بياخد من كده اتنين. كلان الكورية بياخد من كده اتنين. يعني انت مسلا لو عايز تيجي عندنا الكلان وبتلعب بابشو الكورية كده اتنين كده تلاتة كده بقعة كده خمسة بناخدك عندنا الكلان. شرط يكون معك بتاعة الايدي. ويكون الكديد تاعك مش اقل لم اتنين. كلها كان عند شهوط الكلانات بتاعتنا الموضوع خلص وان شاء الله الكلان الخامس اللي هو يبقى كلان التدريب. بس ده عشان هيبقى في صعوبة شوية فاحنا مأجنونه شوية. عشان نشوف الناس تكون مستوياتة حلوة واناس تعرف تضرب. لو انت لعبك وحش او لعبك على قدك فهتخش كنان التدريب ده. فاحنا مستنيين شوية لحد ما نوفر الشرط دي وانشوف الله نعمل كنان انت دي. ده كل الحوار يجدعان باختصار عشان نتكتب انا عايز ادخل الكلان يا سيمبا انا عايز ادخل كلان. طب انت ازاي? تعرف تدخل الكلان. انا هسيب لك الخاص بالكلان بتاعنا في الوصف. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت ناس عاد تقول لي مش شغال مش عافية اللي احنا شغلنا وزبطنا الدنيا. واحط لك رابط في الوصف. ولو ما عيفت تدخل على فانا هسيب لك تلات او اربع ارقام تكلمهم على لو انت فيك الشروط وعايز تدخل الكلان. هسيب لك الارقام دي هات برضو فين? في التعليق المسببت هسيب لك الارقام دي تتواصل معهم وتقدر تدخل الكلان. وهم هيودوا عليك على طوب. لان لو انت عايز تدخل الكلان عندك رابط تقدر تخش تكلمنا عليه. وعندك الارقام اللي هاسبها لك دي. موجودة في الكلان تقدر تتواصل معهم على الواتس. وهم هيدخلوك برضو وتقلاق. وكنا عجل عن احنا عملنا اللي علينا. ولو انت موجود في كل مواصفات وعايز تدخل فأهلا بك ومحبا بك في عائلتنا. تنورنا وتشرفنا. ولو انت ما عندكش شروط وعايز تدخل كنال الفانس برضو تنورنا وتشرفنا. ولو بنت بنت تتنورينا وتشرفينا. ولو انت عندك بابشو الكورية تنورنا برضو وتشرفنا. سلام عاجل عن واشوفكم الفيديو الجاي.